بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في هذه الحلقة سوف نعرف كيف نقوم بعمليات الفرز بنوعية سواء الفرز التصعودي او الفرز التنازلي على سلاسل بيانات باندا وايضا اطارات بيانات خاصة بباندا اولا بنستولد مكتبة numpy بنكتب هنا import numpy as np هنا بعطاء الاسنم np وايضا اكتب هنا import pandas بستولد مكتبة باندا واعطاء الاسنم as pd وبعدين انشئ هنا مثلا frame one كاسم متغير يساوي واستخدم مكتبة باندا وهنا هنشئ سلسلة بيانات باستخدام seras وافتح اقواس وهنا سأعطي قيم على سبيل المثال هنا نضع square brackets واعطي قيم مثلا 1 2 3 4 5 وبعدها اعطي index حرفي هنا فاكتب هنا الخاصية index بتساوي وطبعا هضع هنا على هيئة سلسلة او قائمة فاضغط هنا double code واكتب مثلا ايه وبعدين كومة و double code واكتب هنا b وبعدها كومة double code واكتب هنا c وبعدها كومة double code واكتب هنا d وبعدها كومة و double code واكتب هنا ايه مترتب جاهز تماما طيب افرد ان انا مثلا عايز اغير القيم الخاصة بالفارس يعني بدل الا اضع b والعكس نغير هنا بدل الا اضع b وبعدل ال b نضع a ونضغط run نشوف ايه اللي هيحصل هنا هيطبع لي القيم مثلما اعطيته القيم يعني انا هنا اديته b a هيطبع لي الترتيب b a على حسب ما انا اديته الترتيب هنا لن يغير شيء طيب افرد ان انا مثلا عايز يعمل ترتيب للاندكس ده ترتيب تصعود او ترتيب تنازلي يعني عايز اقول له رتب بالترتيب المنطقي اللي هو a b c d طيب نعمل ايه نلحق هنا بframe one الميسود الميسود اللي هو sort index يعني اعمل لي فارز على حسب الاندكس نضغط run هنا هيبدأ في ترتيب قيم الاندكس بدل ما يبدأ من ال b هيبدأ من ال a ويكتب لي a b c d e وبعدين القيم اتنين واحد تلاتة اربعة خمسة هنا هيكتب القيمة المناظرة يعني هنا ال a هيطبعها في الاول وبعدين القيمة المناظرة ال a هي اتنين فحيطبع لي اتنين يبقى هنا بيعطي الاولوية لترتيب الاندكس ويرتب القيم على حسب ترتيب الاندكس هتقول له طيب يفرض ان انا عايز اعمل ترتيب تنازلي يعني من الكبير للصغير طيب خلاص بتكتب هنا الخاصية ascending يعني تصعود الخاصية ascending القيمة الافتراضية لها هي true انا بغيرها هنا بخلها false يبقى هنا بنقول له غير القيمة الافتراضية عندك true غيرها الى false ونضغطران يعمل هنا ترتيب تنازلي يبدأ من الفارس هنا a d c b a ويبدأ يرتب ال values القيم على حسب الاندكس يعني مثلا هنا ايه تعادل خمسة يجيبها ليها هنا في الاول يبقى ده بالنسبة لو حبيت اعمل ترتيب تصعودي يبقى القيمة دي هتكون true وهو كده كده بيعملها default لو عايزها تنازلي بكتب ascending بيساوي false ده بالنسبة ليه ترتيب الفارس طيب افرض ان انا مثلا رجعت الفارس زي ما هو هنا هنا a وهنا b هنا عامل ترتيب منطق الفارس طيب نمسح دلوقتي الخاصية ascending ونحاول هنا نغير من ترتيب القيم طبعا هنا القيم 1 2 3 4 5 طب افرض ان انا كتبت هنا 3 وكتبت هنا 1 هل سلسلة القيم دي مترتبة لا سلسلة القيم دي ليست مرتبة طبعا عايزة نتبع استخدم sort index لا ما ينفعش sort index بنمسح sort index هنا وبنحط حاجة تانية خالص اسمها sort value فبنكتب هنا sort values يعني اعمل فارزة على اساس القيم اللي هي عند دي نضغط هنا run هنا يبدأ الترتيب حيبدأ ليه بأصغر قيمة اللي هي 1 2 3 4 5 لان كتبت له مثل تانية خالص اسمها sort values اعمل لي فارزة على حسب القيم المرة الفاتتة كنت كاتب له sort index يبقى حيعمل لي فارزة على اساس الفارس هنا هيعمل لي فارزة على اساس القيم اللي هي عندي فهيكتب ليه 1 2 3 4 5 ويبدأ هنا يرتب الاندكس على حسب القيم يعني مثلا الواحد الواحد تعادل كام تعادل سي فهيكتب لي الواحد يفرض اننا مثلا اضافت قيمة not numeric value فوق هنا يعني مثلا اجي هنا اخد كومة واكتب هنا مكتبة numpy dot ونكتب هنا القيمة not numeric value طيب اصبح عند هنا قيمة not numeric value اضاف لها ايضا فارس يعادلها لاننا اصبح عند هنا 6 قيم يبقى هنا اعطي هنا label الاندكس خاص بها واقول مثلا ده الاندكس f ونضغط هنا run نشوف ايلا حيحصل هنا حيرتب لي القيم هنا تصعود زي ما احنا شايفين 1 2 3 4 5 بدأ من القيمة الصغيرة الى القيمة الكبيرة وضع لي not numeric value في الاخر الى missing value القيمة اللي هي مش موجودة عند دي طب افرض اننا عايز اجيب المسنج value دي في الاول اجيب ترتبة في الاول هنا بنضيف حاجة بسيطة جدا هنا اسمها no position no position هنا اعمل لها value هنا فارست يعني هتالف الاول القيمة اللي مش موجودة دي هتالف الاول ونضغط هنا run هيبدأ يجيب لي not numeric value هنا ترتبها في الاول ده لما حب اعمل ترتيب للقيم طب افرض اننا عايز اعمل ترتيب القيم دي تنزل خلاص بتستخدم الخاصية اللي احنا قلنا عليها قبل كده خاصية ascending خاصية ascending فبكتب هنا ascending يساوي false يعني نعمل ترتيب تنازلي للقيم نضغط run يبدأ ارتب لي القيم تنازلي 5 4 3 2 1 وبعدين non not numeric value ده بالنسبة لعمل sorting لسيراز لسلاسل البيانات طب افرض اننا عامل data frame بتكون من قيم dictionary يعني مثلا نمسح الكل ده ونكتب اوامر جديدة مثلا هكتب هنا frame when يساوي واستعين هنا مكتب panda dot والمرض هستخدم data frame وبعدين نفتح اقواس واعطيه هنا مثلا عمودين العمود الاولاني هيكون الكاي بتاعه ايه والعمود الثاني الكاي بتاعه بس من خلال dictionary object هنا علشان انشئ dictionary object لازم اضع كل practice وبعدين اكتب الكاي الاولاني مثلا ايه ده يمثل العمود الاول وبعدين اضع values يبقى لازم تضع كله الاول كله لما نقططين على بعض وبعدين نضع square practice ونكتب القيم الخاصة بالعمود الاول مثلا نقول 35108 ده قيم values الخاص بالعمود الاول وبعدين اخذ هنا كومة واكتب الكاي الخاص بالعمود الثاني ولي يكون مثلا بي وبعدين اكتب values وبعدين اضع هنا values على هيئة قائمة مثلا اكتب القيم 4 6 2 2 0 8 مثلا القيم ده وبعدها اقول له هنا اضبع frame 1 فاكتب print frame when ونضغط هنا run ونشوف اللي هيحصل هنا في نفس output كتب لي العمود الاول الاندكس الخاص E 35108 القيم ده وبعدين كتب لي العمود الثاني B 46208 لنفرض اننا عايز اعمل ترتيب على اساس العمود B يعني يعمل هنا ترتيب نلاحز هنا العمود B 46208 هل هو هنا عمل sorting العمود لقيم العمود B لا هنا لسه ما عمل شرية sorting لأي حاجة لا A ولا B طيب افرض ان انا عايز اعمل sorting لقيم العمود B او العمود A سهلة جدا بتضغط هنا dot وبتكتب هنا sort values يعني اعد ترتيب القيم اخد بالك بنقول اعد ترتيب القيم وليس الفهرس ونقول له مثلا قيم العمود B مثلا نضعها بين transition العمود B ونضغط ران هنا هرتب ليه قيم العمود B يبدأ 02468 وهنا هيبدأ هنا يطبع قيم العمود A المناظرة العمود B يعني مثلا انا عند هنا 0 0 تعادل الصفر هنا عند هنا القيم بعدها 2 تعادل 1 هنا وبعدين اطبع القيم 4 على حسب تسلسل التي تعادل القيم 3 وهكذا يبقى هنا عملت sorting لقيم dictionary object على اساس اي عمود عمود B عمود A اي عمود اقدر انا اعمل يعني فرز ده كان بالنسبة لو كان عندي قيم خاصة بال dictionary object ندخل في موضوع جديد افرض ان انا مثلا عايز اعمل مصوفة سنائية الاتجاه يعني فيها اعميدة وفيها صفوف فاكتب هنا على سبيل المثال frame when يساوي واستخدم مكتبة panda dot واستخدم هنا data frame واستعين هنا مكتبة numpy لكي ادخل مثلا range من البيانات جاهز فاكتب هنا numpy dot range مثلا عدد المفردات مثلا 12 يبدأ من القيمة 0 وانتهى حتى 11 وبعدين اعمل reshape اعاد التشكيل لهذا المدى انه يقسمه على صفوف واعمدة فاضغط هنا dot واكتب هنا reshape يعني اعد تشكيله وبعدين اضع هنا brackets 3 ف4 يبدأ اعمل تشكيل هنا 3 ف4 3 ف4 يعني 3 صفوف في 4 اعمدة وبعدها هنا اجي بعد هذا القص واخد كومة واعطي هنا index خاص بالصفوف فاكتب هنا index واضع هنا بين square brackets القيم الindex طبعا انا عامل هنا 3 صفوف فلازم هنا اعطي 3 index 3 عناصر الindex مثلا ها دي index label مثلا هنا a وهنا مثلا b وهنا الصف الثالث مثلا هيكون c يبقى انا كده وضعت index للصفوف طيب انا عايز احط index الاعمد اخد كومة هنا واكتب هنا columns يساوي واضع ايضا square brackets لان طبعا هنا index سيكون على هاية قائمة واضع له مثلا القيم مثلا e ده العمود الاول العمود الثاني مثلا b العمود الثالث مثلا هيكون index الخاص b c العمود الرابع الاندكس الخاص d طبعا انا عند اربع عمد انا هحط هنا ثلاث label index عند اربع عمدة يبقى اضع هنا اربع label index طيب اربع كده المصفوفة واشوفها فاكتب هنا print frame one ونضغط run ونشوف اللي هيحصل عندي هنا هنا طبعا ليه الاعمدة والصفوف انا عندي ثلاث صفوف a b c وطبعا ترتبهم ده الصف الاول ده الصف 5 9 العمود الثالث 2 16 العمود الرابع 3 7 11 طب افرض ان انا عايز اعمل فارز طب اعمل فارز ازاي هكتب هنا frame one طبعا هسيب الامر ده زي ما هو علشان اقدر اقال الفرام الاصلي بالفرام التاني فاكتب هنا print frame one dot sort index يعني رتب الفارز الخاص بالفرام الاول نضغط هنا run نجد ده الفرام الاصلي هنا وقلت له هنا رتب فبرتب ايضا طبعا هو مترتب جاهز يعني هنا الترتيب abc وهنا الترتيب abc زي ما هو طب افرض ان هنا خلفت الترتيب يعني مثلا ان هنا جات على index بدل a اكتب b وبدل b اكتب a هنا خلفت الاندكس الخاص بالصفوف نضغط نرن طبعا دي الاصلي هنا الترتيب b ac هنا لما قلت له frame one dot sort index رتب هنا رتب الصفوف واجعل هنا a b c طبعا نراحز هنا ام بالترتيب abc جاب لي هنا الصف الثاني جاب الاول وجاب لي الصف الاول جاب هنا الثاني لان رتب على حسب الترتيب المنطقي اللي هو الترتيب الابجادي abc طيب انت حضرتك هنا رتبت الصفوف طب افرض ان انا عند العكس يعني مثلا نقول هنا نرجع الصفوف زي ما هنا a b c كده الصفوف مترتبة زي ما هي وعند الاعمدة مش مترتبة يعني مثلا انا عندي هنا b وهنا a عند هنا b وهنا a نضغط هنا run ونشوف النتيجة نبص هنا الاعمدة زي ما هي b c d لكن الصفوف مترتبة طب انا عايز اعمل sorting لي الاعمدة هيكون ازاي بنستخدم هنا خاصية الaxis اللي هي المحاور بنكتب هنا axis بيساوي لا قيم تاني يا صفر يا واحد لو كتبت له صفر ونضغط هنا run نشوف ايه اللي حيحصل حيرتب لي الصفوف وطبعا الصفوف اصلا مترتبة طبعا عايز ارتب الاعمدة لان هنا الاعمدة مش مترتبة مش معمل لها sorting فهنا اغير الaxis بدل القيمة 0 اضع 1 ونضغط نران نبص ايه اللي حيحصل هنا حيرتب لي الاندكس الخاص بالاعمدة a b c d بعد ما كانت b a غير هنا a b c d يبقى اذا هنا اقدر اغير الصفوف بدل ما يكون صفوف اخليه اعمدة باستخدام المحاور اللي هو axis بيساوي 0 خاص بالصفوف او axis بيساوي 1 اللي هو خاص بالاعمدة ده كان حلقة اليوم ازاي نعمل sorting لسلاسل البيانات او الفريامات الخاصة بمكتبة panda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة